نأمل من الدول الصديقة لبلادنا ألا تقع بخطأ الوقوف إلى جانب التنظيمات الإرهابية خلال عملياتنا القادمة في مدينة عفرين بهذه الكلمات أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أكثر من 30 ألف مقاتل من الميليشيات الكردية على الحدود السورية التركية إردوغان أكد جاهزية قوات بلاده لبدء العمليات العسكرية في عفرين شمال غربي سوريا للقضاء على من وصفهم بالإرهابيين في منبج عفرين وعلى الرغم من الدعم المقدم لميليشيات سوريا الديمقراطية من قبل قوات التحالف الدولي إلا أن الرئاسة التركية أشارت إلى أنه سيتم القضاء على تلك الميليشيات خلال وقت قصير جدا حتى أن إردوغان كان قد طالب القوات الأمريكية بأن لا تقف في طريق الجيش التركي كي لا تقع أحداث مؤسفة في إشارة إلى اشتباك محتمل بين الطرفين تصريحات الرئيس التركي إردوغان عن استعداد الجيش التركي لمعركة عفرين ترجمت على الأرض من خلال إرسال أنقرة لرتل عسكري مكون من 20 آلية إلى قضاء جزيلتابا في ولاية ماردين جنوبية البلاد في طريقه إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للحدود مع سوريا تهديدات أردوغان بوأد القوة التي أعلنت الولايات المتحدة تشكيلها باتت جدية حيث قامت المدفعية التركية باستهداف مواقع تابعة لميليشيا سوريا الديمقراطية في قرية ترندا بريف عفرين شمال حلب أهداف نشر القوات الكردية على الحدود الفاصلة مع تركيا لم تكن واضحة المعالم حيث اعتبر المراقبون الأتراك أن هدف واشنطن من إنشاء القوة المذكورة ليس محاربة تنظيم الدولة بل ستعمل على تقسيم سوريا لمصلحة الكيان الصهيوني وستطرد العرب والتركمان من المناطق التي يعيشون فيها في شمال سوريا